قانون الانتخابات الجديد والظروف الحالية أكثر ما يدندن حوله رعاة العملية الانتخابية لإيهام الشارع العراقي بأنها ستكون مختلفة عن سابقاتها وستأتي بجديد في محاولة لاستعادة الدور الشعبي بعد أن قاطع انتخابات عام 2018 بنسبة تجاوزت 80% المرويجون لمسرحية الانتخابات يرون أن قانون الانتخابات الجديد سيزيد من عدد الدوائر الانتخابية ويعطي استقلالية للمدن والأقضية بحيث تتسع رقعة المشاركة من المرشحين كما أنهم يتحدثون عن تغير في البيئة السياسية بتأثير الظروف الحالية وبالتالي سيكون التمثيل البرلماني أكثر قربا من متطلبات المواطن العراقي المراقب لسير الحراك الشعبي ضد العملية السياسية منذ انطلاق ثورة تشرين يرى اختلافا واسعا بين نظرة الأحزاب لأزمة الديمقراطية وبين نظرة الشارع العراقي لها فالأحزاب والكتل تحصر المشكلة بقانون انتخابات أو هيكلية شكلية بينما يتطلع العراقيون لأصل الأزمة المتمثلة بالنظام السياسي الذي أوجد الانتخابات بغض النظر عن طرق إجرائها وكما يقال العلة ليست في الدستور وإنما في مطبقيه وبالنظر إلى المتنافسين في الانتخابات سيجد ذات الأسماء التي سببت مأساة العراقيين فنتائجها لن تخرج عن أحزاب المالك والعامر والخزعل والصدر وما شابههم بالفساد والتبعية للخارج وحتى على مستوى البرامج الانتخابية لا جديد يذكر إما تكرار لشعارات محاربة الفساد أو اللعب على الوتر الطائفي واستدعاء التاريخ بصورة طائفية كما فعل الداعون إلى انتخاب مرشحي ميليشي الحشد الشباب العراقي المتظاهر لا يقاطع الانتخابات اعتراضا على عدم نزاهتها أو قوانينها أو أي شيء من هذا القبيل فقط وإنما لأنه يدرك أن المشاركة بها تعد اعترافا بنظام المحاصصة الطائفية وإقرارا بشرعيتها ومن هذه النقطة تفتح الوعي الشعبي على المقاطعة الشاملة لانتخابات عام 2018